نتالي رانتيسي في الثامنة عشرة من عمرها تغازل ورود حديقة منزلها وكأنها تودعها وتعدها ببدل كل ما في وسعها للفوز بمسابقة ملكة جمال الأرض المسابقة اللي أنا مشاركة فيها هي بتاعتمد أكتر على البيئة وملكة جمال الأرض ربطوها بالطبيعة وكل سنة بيكون موضوع وعنوان للمسابقة والسنة الموضوع هم هو التغير المناخي نتالي أجلت الدراسة في سنتها الجامعية الأولى حتى تتفرغ للمسابقة التي تراها فرصة أولى لرفع علم بلادها في هذا المهرجان الذي ينظم في الفلبين منذ 16 عاما حيث تشارك فيه هذا الموسم 95 دولة البيئة الفلسطينية هدف نتالي بعد عودتها من المسابقة سواء فازت بلقب ملكة جمال الأرض أو خسرت كنت طالبة وكنت أمل الأول ما يجي حدا عن البيئة بروجيكتور وشرح عادي بدي شوية تكون تعتمد على الترفيه على ألعاب على ممكن السياحة البيئية أنه ناخد مدارس أو هيك عشان بدي الإنسان يطلع من قلبه أنه بدي يساعد بلده ويحافظ عبيته مش لأنه إجباري ومش لأنه مضطر مسابقة ملكة جمال الأرض إحدى أهم ثلاث مسابقات لملكات الجمال في العالم ألا وهي ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم إضافة إلى ملكة جمال الأرض والفائزة باللقب ستعمل على تعزيز الوعي البيئي وستسعى إلى تحقيق إنجازات بيئية على مستوى بلادها والمستويات الدولية أيضا من الأراضي الفلسطينية خالد القاسم العربية